الغضب المتنامي في لبنان ضد ميليشيا حزب الله لن يطفئه وقود أو غيره فلم يعد لدى اللبنانيين الذين فقدوا كل شيء ما يخشونه في بلاد تنهار على رؤوسهم نقمة الشعب ضد السياسيين في تنام وسط عجزهم عن تلبية أبسط الاحتياجات اليومية من خبز وماء وكهرباء ناهيك عن الوقود والاستشفاء وفرص العمل إلا أن الغضب الذي يحمل المؤشر الأبرز في البلاد بدأ هذه المرة في وجه ميليشيا حزب الله حيث أن وطأة المعاناة الاقتصادية اليومية التي يعيشها اللبنانيون دفعت الكثيرين إلى توجيه انتقادات علنية للميليشيا التي أسستها إيران بداية الثمانينيات وتحميلها مع غيرها من السياسيين مسؤولية الوضع المزري في لبنان بل أخذ الغضب الشعبي ولأول مرة بحسب وكالة أسوشييت دي بريس شكلا مختلفا تمثل في مهاجمة مواطنين مركبة تابعة لحزب الله وتحطيمها بعدما أطلقت الميليشيا صواريخ استهدفت مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حادثة فريدة من نوعها تشير إلى إدراك الناس خطورة افتعال أزمة جديدة تضاف إلى أزمات البلاد وتدفعه إلى الهاوية الحفاظ على السيطرة على النظام اللبناني بالنسبة لميليشيا حزب الله أو ما يسمى ببيئة المقاومة ضد إسرائيل بات تحديا صعبا للغاية يقول محللون ويدعم تلك الرؤية تأكيد حزب الله على أنه لن يكون نفسه بعد انتهاء أزمة المعيشة الحالية إذ إن عليه التكيف لضمان بقائه السياسي على المدى الطويل لا سيما وأن سوء المزاج الشعبي العام بدءا من حاضنته الشعبية بات أكبر من أي حل ترقيعي هنا أو هناك حتى أن تدخل الميليشيا للتخفيف من الآثار الاقتصادية الخانقة اقتصرت على أنصاره فقط بإصدار بطاقات تموينية وزعت على جزء من أتباعه إلى جانب تلقي العلاج في نحو 50 عيادة خاصة تتبع لحزب الله والنتيجة هي زيادة سقط اللبنانيين أكثر على هذا الكيان الموالي لإيران